اشتركوا في القناة تقدرنا للسؤال عن الوقت الأمثل للاستثمار في تقديركم نعم سؤال رائع وجميل يجب أن نبدأ به يومنا في هذه الأيام كل يوم يجب أن نسأل أنفسنا ماذا ينتظرنا اقتصاديا خلال الفترة المقبلة من هذه السنة فرغم تعدد الأراء عن تأثيرات جائحة كورونا والموجة الثالثة التي تعاني منها العديد من الدول لكن هناك يجب أن نأخذ أيضا بالاعتبار سياسات البنوك المركزية توجهات التحفيز الحكومية وهذا كله يصف في صالح احتمالات ارتفاع في التضخم حتى أن البنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي رفع من توقعاته للتضخم وأيضا يتوقع نمو الاقتصاد الأمريكي بأسرع وتيرة منذ حوالي 37 عام بمقدار 6.5% هذه السنة ماذا تعني هذه الظروف؟ إن هذه الظروف تعني على الأرجح بأننا أمام احتمالية انخفاض كبير في القدرة الشرائية للنقد خلال الفترة المقبلة هذا أولا وثانيا نلاحظ بأن النقد ونلاحظ بأن الفوائد المصرفية ونلاحظ بأن الكثير من المتغيرات إن كانت في أسعار صرف العملات كما حصل في تركيا يوم أمس وهذا اليوم يحصل في الليرة التركية التقلبات الكبيرة تجعل هناك حاجة ملحة لإيجاد استثمارات أولا للحفاظ على القدرة الشرائية للنقد وثانيا أيضا للحماية من تقلبات المحتملة في المتغيرات الاقتصادية وانعكاساتها على النمو الاقتصادي وتقلبات أسعار الصرف أما متى يجب أن نبدأ الاستثمار؟ فباعتقادي الآن هو الوقت المناسب لبدأ الاستثمار فيعتقد الكثيرون بأن أسواق الأسهم التي ارتفعت بشكل كبير منذ شهر ثلاثة عام 2020 قد تأخرنا عنها والآن ربما ستبدأ موجات صحية لكن على العكس تماما هناك العديد من المؤشرات التي تظهر بأن العديد من الشركات ما زالت أسعارها السوقية جيدة ويجب البحث عنها للاستثمار فيها أو حتى بالسندات الأمريكية فقد شهدنا أيضا ارتفاع عوائدها وتدفق صيولة خلال يوم أمس وهذا اليوم نحو السندات الأمريكية نعكس على شكل انخفاض وهذا يدل بأن العديد من الجهات تتوجه بالفعل للاستثمار والبحث عنه الآن وليس لاحقا على ذكر السندات الأمريكية سيركيس يعني يكثر الحديث عن عوائد السندات الأمريكية المرتفعة رغم أننا لحظنا تراجع الجزء في اليومين الماضيين لكن قياسا عن العام 2020 نجدها مرتفعة هل هذا الأمر مقلق؟ الآن متى يجب أن نقلق بالنسبة لارتفاع عوائد السندات؟ يجب أن نقلق عندما يتم تعديل التصنيف الاعتمالي سلبا لأحد الدول ما نشهده حاليا في الارتفاع في عوائد السندات الأمريكية له أسباب متعددة ومن أهمها توجه المتداولين للبحث عن استثمارات في أسواق الأسهم وبالتالي الارتفاع في عوائد السندات كنا سابقا نرى بأنه دلالات مستقبلية لتوقع رفع الفائدة من الفدرالي الأمريكي لكن حاليا هناك ظروف تغيرت عن ما سبق وحتى العوائد التي وصلت إلى أعلى من 1.7% بالنسبة لعوائد السندات أمد استقاق 10 سنوات ما تزال منخفضة لو قولنات في مستويات بداية 2020 2019 2018 فهي بالفعل ما زالت منخفضة وحاليا ارتفاع عوائد السندات حتى هذه اللحظة وحتى أن الفدرالي الأمريكي نفسه أكد بأنه حتى هذه اللحظة أمر غير مقلق حتى ننظر إليه على أنه دلالة لاحتمالات تدهور اقتصادي أو احتمالات أن يحصل عندنا تغيرات كبيرة لكن الدلالة الأساسية بارتفاع عوائد السندات حاليا هي توقعات ارتفاع التضخم وهنا نعود مرة أخرى إلى مشكلة احتمالية انخفاض القدرة الشرائية للنقد وبذلك ارتفاع عوائد السندات رغم انخفاض اليوم يوم أمس إلا أنه مازال مرتفع نسبيا لكن هذا يدل على ضرورة إيجاد استثمارات لحماية الممتلكات إن كانت نقدية أو كانت في الأصول المباشرة على ذكرى العوائد السندات أيضا طعا نحدث ونحدث هذه المقاربة ما بين الاستثمار في الذهب وصير هذا الاستقرار النسبي مؤخرا ساركيس نعم بالفعل نشهد حالة من الاستقرار النسبي في تحركات أسعار الذهب فبداية انخفض من المستويات القياسية قريبا من 2075 دولار حتى لامس مستويات ما دون 1700 دولار للأنصة الواحدة وخلال الفترة القصيرة الماضية شهدنا تداولات ضمن نطاط 1700 دولار هناك تعارض نسبي ما بين قوى الطلب والعرض على الذهب هناك من يرغب بشراء الذهب من أجل حفظ القدرة الشرائية للنقد والتحوط أيضا من حالة عدم اليقين في الأسواق المالية ومستقبل الاقتصاد العالمي لكن الدلائل التي تظهر في البيانات الاقتصادية توجه المتداولين نحو أصول أخرى غير الذهب حتى أن رئيس البنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي أشعر يوم أمس إلى أن العديد من الجهات وجدت بديلا عن الذهب لكن باعتقادي هذه الظروف قد تكون مؤقتة فالذهب هو الملاذ الكلاسيكي الآمن من انخفاض القدرة الشرائية للنقد حاليا مستويات التضخم في عدة دول عظمى منخفضة جدا بل هي في السالب لو نظرنا إلى مثلا الصين ونظرنا إلى اليابان ومنخفضة نسبيا في الولايات المتحدة بريطانيا وأوروبا وهذا ما يبقى على أسعار الذهب ضمن النطاقات الضيقة المنخفضة قليلا لكن على المدى البعيد ما زالت احتمالات ارتفاع التضخم واردة مع إبقاء السياسات النقدية في البنوك تجاه المزيد من التحفيز والحكومات كسياسات مالية لتحفيز الاقتصاد كلها ظروف قد تدعم ارتفاع الذهب خلال الفترة المقبلة متوسطة وطويلة الأمد لكن لا نتكلم عن ارتفاعات شديدة ربما لكن ما زالت الاتجاهات حتى هذه اللحظة صاعدة على المدى المتوسط والطويل أيضا نعم ستركيز سؤال أخير فيما يتعلق بالروبل دورار ونحن نشهد ثم التراشق كلامي هذه المرة بين بايدن وبوتين يعني كيف هي العلاقة؟ هل هو توتر سياسي ربما أكثر منه اقتصادي؟ نعم الآن بالنسبة للدولار الأمريكي اعتدنا أن يشهد الطلب الكبير مع التوترات السياسية وهذا عكس ما يعتقده الكثيرون بأن الدولار ينخفض مع التوترات السياسية مع أي جهة كانت فالدولار الأمريكي هو النقد الأول في الأسواق المالية وبما أنه النقد الأول فعندما تحصل توترات أو عمليات جني أرباح في أسواق الأسهم نلاحظ بأن الدولار الأمريكي يشهد طلب وهذا ما شهدناه في كثير من المناسبات عندما تنخفض أسواق الأسهم تنخفض الثقة توترات السياسية نشهد طلب على الدولار الأمريكي لكن على المدى الأبعد قليلا رغم أني لا أستبعد أن نشهد انخفاض على الدولار الأمريكي لأسباب أخرى غير مرتبطة في ظروف سياسية باعتقاد بل هي مرتبطة بظروف أساسية اقتصادية لكن هذا الانخفاض الذي أتوقعه في الدولار الأمريكي قد لا أعني فيه انهيار بل هو كحركة طبيعية تابعة لحركة اقتصادية نابعة من توجهات البنك الاحتياط الفدرالي الأمريكي والحكومة الأمريكية إلى جانب الثقة التي ما زالت تتزايد في الأسواق المالية رغم أننا وصلنا لمستويات قياسية إن كنا نتحدث عن أسواق الأسهم الأمريكية أنا أشكرك ساركيس تشوبريان وأنت محلل أسواق العالمية في مجموعة Equity Group شكرا جزيلا شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة